موسيقى أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من عين الحدث بعنوان الانتخابات الإسرائيلية وإنعكاسات هذه الانتخابات على الأردن وفلسطين وعلى القضية الفلسطينية وللحوار في هذا الموضوع نستضيف مدير مركز القدس للدراسات السياسية الأستاذ عريب أرينتاوي أهلا بك أستاذ في عين الحدث وعلى قناة الأردن اليوم وأيضا الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حماد الفرعنة أهلا بك أستاذ في عين الحدث وعلى قناة الأردن اليوم بداية نبدأ من اليمين اليمين المتطرف موسم اليمين بمن نحكي اليوم عن انتخابات وهناك يمين ويسار نبدأ من اليمين هل تختلف هذه الانتخابات الإسرائيلية الحالية في أهميتها عن الانتخابات الماضية؟ بالطبع أعتقد هذه الانتخابات تكتسب أهميتها من السياق الذي تجري في إطاره نحن في ذروة إنفاذ صفقة القرن وليس عشية الإعلان عن صفقة القرن قدر الأقرن يجري تنفيلها الآن على الأرض سواء بقرار القدس إعادة تعريف اللاجئ الموقف من الأونروا موضوع الجولان بما في ذلك القرار الأخير لإدارة ترامب بإعلان الحرس الثوري منظمة إرهابية وهو وإن كان ليس على تماس مباشر بالموضوع الفلسطيني إلا أنه من ضمن السياق العام للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط واللي فيه قدر شديد من العداء لدول هذه المنطقة وشعوبها في غالبيتها العظمى الانتخابات على المستوى الإسرائيلي تأتي في ضروة ربما جراف هذا المجتمع نحو اليمين هي منافسة بين اليمين واليمين المتطرف هذه الانتخابات في إسرائيل الآن وأعتقد أن أكبر تزوير في اللغة والمصطلح السياسي ما يقال عن تيار أبيض أزرق نعم أو أزرق أبيض نعم أنه تيار وسط يعني هؤلاء جنرالات يفتخرون رؤساء أركان سابقين يفتخرون بأنهم دمروا غزة وفي الحمل الانتخابي الباكراوند الخلفية لصورهم مشتركة نعم الصور الخلفية على البوسترات كانت غزة تحترق نحن اللي حرقنا غزة ولذلك انتقبونا الاثنين تلقوا دعم من عناصر تاريخية مؤسسة اليمين الإسرائيلي مثل مفاز ومثل دان مريدور وغيره وإلى آخره فهو في جوهر الأمر أنت تعرفين سيد قادسي أنا مفهوم اليمين واليسار مفهوم نسبي يعني بهذا المعنى هذه الانتخابات انتخابات بين يمين ويمين مضطرف البعد الثالث يعني هذه الانتخابات بما ستأتي به من ائتلاف حاكم وحكومة للسنوات الأربعة القادمة أعتقد أن كثير من ملامح المستقبل الفلسطيني سوف تتقرر في المرحلة القادمة في السنوات الأربعة القادمة يعني مستقبل مشروع الدولتين مستقبل مشروع العودة وتقرير مصير وبناء الدولة المستقلة وعاصماتها القدس الشرقية مستقبل السلطة الفلسطينية لكن مستقبل الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية في ظل أنه عادت نتنياهو إلى رئاسة الحكومة مستقبل واضح يعني هو صرح بأن لديه شروط وشروط فرضها على الولايات المتحدة بما يخص موضوع الملف الفلسطيني وهي فرض الحماية الأمنية الإسرائيلية على الضفة الغربية أيضا بما يخص موضوع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية أيضا بما يخص العديد من الجوانب التي تحدث عنها هو أنه متمسك بها كعدم تقسيم القدس أبدا لن يقبل بتقسيم القدس قادسية هو لم يتحدث فقط عن حماية أمنية أو شيء من هذا القبيل هو أعلن بشكل واضح أنه ينوي ضم المستوطنات الكبرى ومناطق غرب الجدار هل احتفظ في مركزه؟ نعم ويريد أن يحتفظ بمنطقة غور الأردن وهي 28% من مساعة الضفة الغربية طبعا القدس العاصم الأبدي الموحدة هذا موضوع إجماع بين الأحزاب السياسية في إسرائيل ليس فقط نتنياهو النقطة الثانية المهمة في هذا المجال أنا في ظني نحن لا نرجو من الطرف الآخر شيئا مغايرا بالمناسبة المشكلة ليس إذا راح نتنياهو إجابيني قانس أن الوضع الفلسطيني سيكون أفضل بهذا المعنى في موضوع القدس الأطراف المجتمعة المتفقة في موضوع اللاجئين في موضوع السيطرة الأمنية في موضوع المستوطنات الكبيرة يمكن الفرق بين قانس وبين نتنياهو قانس بؤمن بالانفصال عن الفلسطينيين بمعنى البؤر الاستيطاني البعيدة سنتحدث ما الفرق عن الاثنين لاحقا لكن سننتقل الآن الأستاذ حمادة فراعنة أستاذي هل هناك مؤشرات أو توقعات بما يخص هذه الانتخابات الحالية التي تقام اليوم في إسرائيل؟ انتخابات المستعمرة الإسرائيلية على المستوى النوعي لا أعتقد أن يكون هناك مفاجآت كبيرة إلا إذا نسبة التصويت اختلفت لكن الاستفتاءات كلها تشير على أن نتنياهو سواء جاب بالتساوي مع قانس بعدد المقاعد أو أكثر مقعد أو أقل مقعد أن نتنياهو لديه معسكر في هذا الاتجاه ولكن هذه الانتخابات من وجهة نظري أنها تتسم أولا أن هناك نفوذ للاتجاه الديني المتشدد المستعمرة الإسرائيلية كانت بتقودها أحزاب وسياسات وأحزاب سياسية ذات طابع يميني ولكن سياسي على الأغلب الآن الأحزاب الدينية أصبحت في مركز صنع القرار شريك في القرار السياسي الإسرائيلي يعني كان يكون الإخوان المسلمين أو داعش أو القاعدة جزء من الحكومة الأردنية هكذا هو الوضع لدى المستعمرة الإسرائيلية بأن الأحزاب الدينية هي الآن شريك قوي هذه الظاهرة الأولى الظاهرة الثانية أننا كفلسطينيين وكأردنيين وكعرب ومسلمين ومسيحيين نؤرخ 48 و 67 أعتقد الآن المحطة الثالثة للتوسع الاستعماري الإسرائيلي هو كما أشار عريب بأنه في هناك ثلاث محطات أو ثلاث مواقع تسعى المستعمرة لضمها القدس والمستعمرات والغور الآن هي أخذت قرار بشأن القدس الآن أعتقد أنها ستتخذ قرار بشأن المستعمرات الإسرائيلية والغور فبالتالي هذه محطة نوعية جديدة في تاريخ المستعمرة هي تشكل محطة إلى جانب الـ 48 و 67 والحالي الظاهرة الثالثة أنه لا حزب سياسي على الإطلاق يتعرض للمسألة الفلسطينية المسألة الفلسطينية مغيئة تماما في صندوق الاقتراع وفي التوجهات السياسية لماذا برأيك؟ لا قيمة إطلاقا للوضع الفلسطيني طبعا هذا يعود أولا للانقسام الفلسطيني والضعف الفلسطيني بسبب هذا الانقسام وثانيا بسبب الحروب البينية العربية وثالثا بسبب الوضع الدولي المكرس للاهتمام بمقاومة الإرهاب ومعالجة قضية اللاجئين والوضع الاقتصادي هذا شق من الوضع الدولي والشق الآخر بأنه جاء فريق يقود الولايات المتحدة الأمريكية فريق متطرف سياسيا برئاسة الرئيس ترامب ومعه فريقين الفريق الثاني مسيحي أنجيلي متطرف يؤمن بأرض إسرائيل وأرض التوراة بمثله نائب الرئيس بانس والفريق الثالث من الإدارة الأمريكية هم يهود صهاينا متطرفين جوشنير وجريم بلات والسفير فريدمان وبالتالي هذه العوامل الثلاثة هي التي غيبت الموضوع الفلسطيني ولكن السبب الرئيسي الأول هو غياب الفلسطينيين أنفسهم بسبب الانقسام بسبب الانشقاق بسبب عدم حضور فلسطيني بما يوازي يعني احترامهم لقضيتهم بما يوازي مكانة قضيتهم فلذلك الوضع مئساوي وكلاهما فتح وحماس أسير في الضفة الفلسطينية أسير للتنسيق الأمني وفي قطع غزة أسير للتهديئة الأمنية بالتالي كلاهما يعني يستمد شرعيته واستمراريته وبقاءه ليس من صندوق الاقتراع ومن النضال لأنه كلاهما جاء من النضال ومن صندوق الاقتراع فتح وحماس لكن الآن استمرارية بقاهم مستمدة من رضى الاحتلال عنهم نعم طب أستاذي عندما نعود إلى الانتخابات الإسرائيلية هناك تضمر من الشارع الإسرائيلي وعدم ثقة وخصوصا بعد القضايا الفساد التي نسبت إلى رئيس الوزراء بن يمين نيتنياهو يعني هناك تحفظ لدى الرأي الإسرائيلي وإسرائيل تتغنى دائما بأنها دولة الديمقراطيات لكن نشاهد أن هناك دعم دولي وواضح إلى نيتنياهو ونرى هذا الدعم من خلال كما يقولون الدعم والهدايا التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية كضم الجولان إلى إسرائيل وأيضا بعدما قام الرئيس الروسي بتقديم رفاة الجندي الإسرائيلي إلى نيتنياهو برأيك هل يتعدى المجتمع الدولي على دموقراطيات الشعب الإسرائيلي وهو من سوف يختار؟ لا أولا الحقيقة يعني كلامك غير دقيق المجتمع الإسرائيلي مش مهتم تماما بقضية الفساد لكن هذا ما نقرأ عبر الصحف الإسرائيلية إطلاقا غير مهتم بهذا الموضوع أبدا بدلال كل استفتاءات الرأي تشير إلى أن هذا رئيس وزراء المستعمرة الإسرائيلية المقبل ولذلك طبعا هو بقاتل من أجل أن يعود رئيسا للوزراء من أجل تشريع قانون في الكنيسة لحمايته من المسائلة أو تأجيل محاكمته إلى مبعد ولايته الخامسة لذلك لا أعتقد أن معايير الاهتمام بالانتخابات لها علاقة بالقضايا الجنائية اللي مرتكبها نتنياهو بالعكس يعني هذه القضية ليست طب ماذا تقصر الدعم الدولي لنتنياهو؟ الدعم الدولي لنتنياهو كمان مرة أخرى أولا نتنياهو الآن مدعوم من قوة دولية حاكمة الكرة الأرضية الولايات المتحدة الأمريكية ولكن العوامل الطارضة لهذه المستعمرة ليست عوامل قوية وفاعلة ومؤثرة على الرغم أن التصويت في المؤسسات الدولية سواء في اليونسكو ولا في الجمعية العامة المتحدة ولا في أي مكان هي ضد حتى مش بس ضد المستعمرة الإسرائيلية حتى ضد الولايات المتحدة الأمريكية يعني حينما منذ أن أعلنت ترامب في 6-12-2017 مسألة الاعتراف بالقدس ونقل السفارة إلى القدس منذ ذلك الوقت حينما ندقق بكل المؤتمرات التي حصلت جميعها ضد المستعمرة الإسرائيلية وسياساتها وبرامجها وضد حتى الإدارة الأمريكية بدءا من اجتماع وزراء الخارجي العرب كان في 6-12 ترامب 10-12 كان مؤتمر وزراء الخارجي العرب الطارئ في القاهرة 13-12 مؤتمر القمة الإسلامي في إسطنبول 18-12 الاتحاد البرلماني العربي 23-12 الجمعية العامة المتحدة ولذلك كل المؤتمرات التي حصلت هي ضد حتى لو أخذنا السعودية كمعيار في مسألتين الأولى المؤتمر القمة الإسلامي الأمريكي الذي عقد في الرياض في 22-5-2017 لم يتطرق المؤتمر بكلمتين واحدة عن فلسطين أو عن العدو الإسرائيلي إطلاقا بينما القمة العربية في الظهران بـ 15-4-2018 الملك سلمان سماها قمة القدس والمؤتمر الصادر عن القمة العربية في الظهران من البند رقم واحد للبند رقم سبعة ربع بنود البيان الختامي كان عن فلسطين بينما البيان الصادر عن القمة الإسلامية 54 دولة مع ترامب في الرياض لم يتطرق بكلمة واحدة عن فلسطين هذا شو بيدلل؟ بيدلل الانحيازات العربية الإسلامية الدولية ما زالت لفلسطين ولكن أصحاب القضية مع الأسف هم بتحملوا مسؤولية أولى بسبب استمرارية هذا الانقسام استمرارية هذا الانتقاف وأيضا الحروب البينية العربية التي استنزفت قدرات العرب وإمكانياتهم وأموالهم وحضورهم والآخرين أنت تقصد إذن السلطة الفلسطينية التي يجب أن تتحمل نعم وحماس كلهما فتح وحماس فتح مستأثرة بما تملك من سلطة من سلطة موضوع من تحيير سأتجه بالسؤال إلى الأستاذ عريب الرنتاوي اليوم السلطة الفلسطينية أو لنقول فتح وحماس أين هي من كل هذه الانتخابات وهل تدرك أبعاد عودة نتنياهو لرئاسة الحكومة خاصة أن نتنياهو قام بتصريح واضح أنه ضد عودة السلطة إلى غزة وأيضا تحدث أنهم من صالح إسرائيل هو الانقسام الفلسطيني لكن دعيني أشير إلى بعض النقاط قبل أن أجيب على سؤالك النقطة الأولى لا يجب أن نمر على تصريحات نتنياهو الداعية لضم أجزاء من الضفة الغربية دون أن نشير إلى أنه لليوم الرابع على التوالي هناك صمت أمريكي مطبق لم يصدر عن هذه الإدارة أي إشارة بأنها تخالف نتنياهو في تصريحاته الداعية أو المتعهدة بضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية إلى إسرائيل بعد الانتخابات إذن نحن الجانب الأخطر في الصورة هو ليس بيان انتخابي وقال في لحظة هو موقف في ظني أنه منثق مع إدارة ترامب بدلالة هذا الصمت الأمريكي لليوم الرابع وأنا أرقب بانتظار رد فعل أمريكي على الموقف الإسرائيلي فلم أجده حتى الآن هذا أولا ثانيا أنا قرأت العديد من التحليلات عند انتخابات ومجرياتها التي اقترحت أن غابت المسألة الفلسطينية عن هذه الانتخابات أنا رأيي هذا تعبير غير دقيق هي حضرت ولكن من بوابة المشروع الإسرائيلي مثلا عندما يجر الحديث عن غزة في الانتخابات أليست هذه جزء من القضية الفلسطينية؟ غزة منضوع فلسطين نتنياهو يقول أنه يريد لغزة أن تبقى منفصلة عن الضفة الغربية ومن لا يريد دولة فلسطينية عليه أن يدعم نقل أموال بوساطة إسرائيلية إلى حماس في قطاع غزة هذا تصريح في البيان انتقابي نقطة ثانية عندما يخرج نتنياهو ويقول أنني سأضم المستوطنات وغور الأردن ليس هذه القضية الفلسطينية؟ إذا كان المقصود كما كان يقال في الانتخابات السابقة استئناف المفاوضات والجانب والسلطة والمعامل مع السلطة لحال القضية الفلسطينية هذا انتهى هذا عصر انتهى بقضه وقضيضه فهل يعني ذلك أن القضية غابت عن الانتخابات؟ المعسكرات عشون مختلفة في إسرائيل الخلاف حول هذه المسألة أكبر من خلاف الاقتصادي الاجتماعي بين هذه المعسكرات هذا ثانية النقطة الأخرى اللي بدي أشير لها اللي رد على سؤالك حول الفضائح وليش لسه الرأي العام الإسرائيلي يعني وكيف أثرت على رأي العام الإسرائيلي من نتنياهو الرأي العام الإسرائيلي لا يتأثر بالفضائح هناك ثلاث قضايا تحرك الناخب الإسرائيلي في سنضيق الإقرار وتقرر من سيختار الاقتصاد والاقتصاد ماشي كويس في إسرائيل في هذه المرحلة الأمن الشخصي والأمن الشخصي غير ممسوس الآن بالنسبة لكثير من الإسرائيليين وهذه كل حوادث يعني من النوع الصغير اللي ممكن احتماله والعلاقة مع واشنطن وهي الآن في ذروتها لم يسبق للعلاقة الأمريكية الإسرائيلية أن كانت بمثل هذا يعني الاندماج إن شئتي والتماهي والتناغم بين إدارة شعبوية إنجيلية يمينية متطرفة في واشنطن وحكومة اليمين واليمين متطرف لذلك أنا في رأيي مكانة الفضائح يعني محدودة في الانتخابات كنت قلت بأن نتنياهو أن اليوم العلاقة بين إسرائيل وواشنطن في الذروة وفي القمة لنقول بالأمس صرح وزير الوزير عفوا الرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو بأنه يشكر رئيس ترامب على إدراج الحارة الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب وصرح بشكل واضح أنه لبى مطلب من مطالبهم برأيك دائما نتنياهو كثير من الأوقات يحب يبين أنه كلها مطالب إسرائيلي هذا صحيح بالمناسبة هذا صحيح دعينا أذكر هنا واقعة قبل أيام كان الرئيس ترامب في لقاء مع أحد اللوبيات اليهودية في أحدى الولايات الأمريكية لا أذكر الآن في أي ولاية وقالهم أنني أخذت درسا مختصرا في التاريخ ولهذا اتخذت قرارا سريعا بالاعتراف بضم الجولان إلى إسرائيل فقاعة ذحكت طب من لعطاك الدرس؟ قالهم فريدمن فريدمن مستوطن وأب الاستيطان في الضفة الغربية وليس في القدس فقط نعم وهو أب الروحي لبيت إيل على باب رمالله وهو أكثر تطرفا من كل الطاقم الحاكم الآن أكثر تطرف من الترويك الحاكم في إسرائيل فريدمن لا وظيفة له في إسرائيل سوى الهجوم على ما يسميه الصهيونية الليبرالية أو العلمانية التي تهدد أرض إسرائيل ويهودة والسامرة وهو يعني لا يقوم بأدوار سوى بالتصدي لميرتس وبعض المؤرخين الجدد في إسرائيل وصحيفة هارتز هذه وظيفة السفير الأمريكي لأنه هو صهيوني ومتطرف ومتدين أكثر من الترويك الحاكم في هذا وهو الذي يعطي ترامب دروسا مختصرة في التاريخ في ضوئها يتخذ قرارات بحجم القدس بحجم الجولان بحجم اللاجئين وبحجم ضم المستوطنات خذي على سبيل المثال آخر تقرير عن خارجي الأمريكيين شطب عبارة الأراضي المحتلة في وصف القدس أو الضفة الغربية أو الجولان هذا جاء بناء على توصية وكنا قرأنا عنها وسمعناها قبل أشهر من صدور تقرير الخارجي الأمريكي توصية من فريدمن بعدم استخدام تعبير الأراضي المحتلة نعم نعود إلى سؤالي خطورة عودة نانتنياهو اليوم على السلطة وعلى حلاس يؤسفني أني أقول لك أن اليوم أنا كنت على برامج إذاعية وتلفزيونية وسمعت يعني الفلسطينيون القطبين منقسمون بين جينتس وبين نتنياهو يعني هذا صار مصدر لانقسام يعني آخر أنا شعرت اليوم من بعض المصادر في غزة القريبة من حماس لم تنظر حماس ولم ينظر أحد بياناً رسمياً بهذا الشأن ولكن يعني كتاب وألميين ومثقفين قريبين من حماس لكأني بهم يفضلون نتنياهو لأنه نتنياهو وعد بإبقاء الحال في غزة على ما هو عليها وهو قال قبل أيام أني عرضتها على سؤولين عرب فرفضوها ولن أعيد الإدارة العسكري المدنية إليها ولن أعيدها لعباس يعني هو أقال ذلك علىناً نعم مؤكد على ذلك هناك من يبدو مرتاح لهذا بينما يخشون من غزة ورؤساء الأركان الذين أخذوا معهم بعض الحروب في قطاع غزة مباشرة يعني هذا تفكير قصير النظر هذا تفكير قصير النظر أنه ممكن يظل الوضع في غزة على ما هو عليه فترة أطول بوجود نتنياهو حتى لو راحت القدس وراح الغور وراحت المستوطنات ومناطق غرب الجدار بينما في أوهام عند بعض أوساط السلطة أنه نظرية الانفصال عن الفلسطينيين في الضفة الغربية مع غانت قد تفضي إلى إدامة بقاء السلطة الفلسطينية في هذا المجال مؤسف الوضع ما ردك أستاذ حمادة على ما قاله الأستاذ عريب بمعنى الانقسام اليوم بين فتح وحماس على موضوع على من يقفون يعني نتنياهو أو غانت وما أهمية الإجراءات والخطوات الفعلية التي يجب أن تتخذها فتح وحماس بشأن التهديدات الإسرائيلية من جانب نتنياهو نتنياهو ماشي في برنامجه بشكل تدريجي متعدد المراحل يعني الآن حسب ترامب حقق ضم القدس جولان كما قلت باقي الضفة الفلسطينية وأعتقد نتنياهو حكى عن هذا الموضوع بكل وضوح وبكل صراحة الجانب الفلسطيني ليس صاحب فعل الآن الجانب الفلسطيني هو مجرد عنده ردة فعل لا قيمة لها لا أحد يشتريها ولذلك منذ شهر عشر 2015 لهذا الوقت كلاهما فتح وحماس قرارهم السياسي وبعدم التصادم مع العدو الإسرائيلي أبدا وردة الفعل الشعبية من الصبايا ومن الشباب هي العمليات الفردية يعني الكفاحية في مواجهة الاحتلال أما على المستوى الكفاحي على المستوى النضالي كلاهما يستأثر بما تتوفر لديه من سلطة ولا يفعل شيئا في مواجهة الاحتلال فبالتالي يعني لا قيمة لهذه التصريحات يعني إذا كان نتنياهو أمام مؤتمر الليكود يقول بأنه اللي فيكم ضد إقامة دولة فلسطينية يجب أن يقف إلى جانبي لتمرير الأموال القطرية إلى غزة للمساهمة واستمرارة الانقسام والانشقاق ولذلك الوضع الفلسطيني في ظل هذه المعطيات لا قيمة له لا حضور له لا احترام له حتى من شعبه ولذلك يعني هذا وضع الحقيقة في غاية السوء والانحضار لكن هذا لا يعني رغم كل الكلام اللي احنا بنحكيه أن العدو الإسرائيلي رغم كل الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية والمالية اللي بعيشها أنه ليس لديه مأزق استراتيجي مأزقه الاستراتيجي أنه لديه الآن أكثر من 3 مليون عربي فلسطيني بالضفة الفلسطينية قطاع غزة يعمل على إبعادهم عن الشأن الفلسطيني بإقامة دولة فلسطينية وعظمى بقطاع غزة محركة حماس وليس محركة فتح ولكن في الضفة الفلسطينية عنده 3 مليون عربي فلسطيني في الداخل الفلسطيني نعم بداخل الضفة الفلسطينية والقدس فقط نعم الآن على رغم كل هذا الوضع الأمني أقول لك وأنا على الشاشة أتحدى إذا إسرائيلي واحد بقدر يمشي لوحده في شارع صلاح الدين في القدس إذا ما كانش مع حراسات أتحدى نتنياهو إذا بملك الشجاعة يمر من شارع صلاح الدين بدون أن يغلق الشارع بالكامل هذا يعني أن هناك شعب ما زال واضح متمسك بفلسطينيتي ومعادل مشروع الاحتلال بالكامل طيب يعني جميع المؤشرات تؤشر بأن نتنياهو سوف يفوز في هذه الانتخابات ماذا لو حدث العكس وفاز الحزب الأزرق الأبيض أو جانتس يعني كيف ستكون السياسة الإسرائيلية القادمة خصوصا مع واشنطن وكيف تعطيها مع القضية الفلسطينية أولا جانتس حكي كمان بصراحة رد على نتنياهو قال القدس والمستوطنات والجولان محسوم أميرها يعني هو موافق على أو يعمل على ضمها وعلى استمرارة هذا البرمج نسأل الثانية يعني هذا كان جانتس بالتحديد كان مجرم 2012 وال2014 هو الذي قاد الإجرام والمجازر في قطع غزة والآخرين الشكنازي كان هو المجرم بسنة 2008 بالتالي هؤلاء من المجرمين الثلاثة قادت الجيش الذين كانوا برئاسة نتنياهو لما كانوا رؤساء أركان بالتالي لا يوجد فرق جوهري بينهما إلا في مسائل إسرائيلية داخلية ليست لها أي علاقة بتقييم الوضع تجاه العام الفلسطيني الآن كلاهما يريد استمرارية هذا الوضع ولكن إذا نصبوا فخل لحركة حماس من أجل فتح مفاوضات بشكل أو بيراء آخر لإقامة دولة فلسطينية فهم منحزون الجانبين الإسرائيلي منحزين إلى حماس لثلاث أسباب السبب الأول أن حركة حماس وقعت اتفاقي تهدئة مع العدو الإسرائيلي في 21-11-2012 في أحد الرئيس محمد مرسي والثاني في أحد الرئيس السيسي بـ 26-8-2014 والآن في اتفاق ثالث للتهدئة ولكنه أوسع من وقف إطلاق النار إلى آخرين وينتظر بعد الانتخابات لتطبيق هذه المسألة فالمسألة الأولى أن حماس تلتزم بوقف إطلاق النار وتردع الآخرين العامل الثاني أن حماس مسيطرة بالكامل على قطاع غزة وبالتالي أي قرار تتخذه قادرة على تنفيذه على مجمل قطاع غزة العامل الثالث أن حركة حماس امتداد لأكبر وأقوى حركة سياسية عابر الحدود في العالم العربي حركة الإخوان المسلمين وبالتالي الاتفاق مع حماس يعني موافقة كل فصائل الإخوان المسلمين أو رضاهم أو صمتهم على هذا الاتفاق مع العدو الإسرائيلي ولذلك هم يسعون من أجل فتح التفاوض والحوار مع حركة حماس لأن مسألة الضفة الفلسطينية هم ينتظرون فقط موت أبو مازين ورحيله من أجل قلب كل الوضع الفلسطيني وشرعيته أستاذ عريب ماذا تعلق على مقاله الأستاذ حماد عالب بما يخص موضوع أن جميع الأحزاب متفقة سوف تكون متفقة مع حماس وليس هناك أي مشاكل وما أهمية اليوم ماذا ستقدم الأحزاب الإسرائيلية أو الحكومات الإسرائيلية القادمة وماذا ستقدم الولايات المتحدة الأمريكية إلى الحكومة القادمة الجديدة إذا فاز جينيتس يعني هي قدمت الجولان والقدس وأيضا المستوطنات والعقوبات اليوم على إيران ماذا ستقدم من جديد إلى إسرائيل يعني هذه التقدمات ليست لنتنياهو شخصيا هذه هدايا لن يأخذها معه إلى المنزل عندما يغادر لكن في تاريخه السياسي طبعا ماشي الحال لكن هذه التقدمات لإسرائيل والآن أي زعيم إسرائيلي جديد سوف يبني على هذه التقدمات يعني مش حيطلع واحد يقول لنا بدنا نفعل زي بالاتفاق أنت تعرف جيدا الاتفاق اللي قدمه بوش لشارون في شهر نيسان 2004 رسالة الضمانات النقطة الأهم أنا في رأيي يعني مش حيجي رئيس وزراء إسرائيل يقول لأ بننرجع لوادي عترابين بخصوص الجلال يعني هذا كلام انتهى الآن يعني معادي نحك فيه يعني في هذا الموضوع لذلك نعم هناك أشياء كثيرة ستقدم ليش قلنا صفقة القرن نفذت أو نفذت أجزاء كبيرة منها لكن لسه في أجزاء لم تنفذ يعني الآن هندخل على موضوع السلام الاقتصادي وبالمناسبة قد لا تكون وأنا لست هنا يعني أنا أحلل هنا وليس لدي معطيات معلومات دقيقة قد لا تكون صفقة القرن بحاجة لتفاوض وقد لا يستدعى الأطراف للجلوس على مائدة مفاوضات وكوشنر ألمح إلى ذلك بشكل واضح عندما قال المطلوب خلق سياق جديد تجد الأطراف لها مصالح جديدة في هذا السياق تنسيها مطالباتها القديمة السابقة نعم هذا برجعنا لنظرية السلام الاقتصادي اللي بدأت مع نتنياهو وطورها توني بلير كممثل للرباعية الدولية في هذا المجال أنه أنت بتغرق المنطقة بمساعدات بمشاريع بمصارف باستثمارات بنشأ جيل مشتبك مع هذه المصالح وبالتالي بتصير فكرة السيادي والحدود فكرة مش في صالحه هو بده بزنس بده علاقات بده حرية حركة بده تجارة بينية بده شيء من هذا القبيل تلبوصل عن الشباب العربي نعم المهم المهم طمس الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني بما هي حق عودة اللاجئين وتعويضهم وبناء الدولة المستقلة وعاصمة طالبة هذا اللي يجب أن يغيب بعد ذلك في القضايا الأخرى ممكن أن تطرح أنا بس بدي أعاقب يعني على الموقف الفلسطيني أنا متفق يعني يعني الحركة الوطنية في حالة شيخوخة في حالة ترهل النظام السياسي الفلسطيني النظام لا نحسد عليه ولا يحسد عليه أي بني آدم ولا يغيظ عدوا ولا يبسط صديقا لكن كمان خلونا نسجل الأشياء كما هي يعني الموقف الفلسطيني قاطع في رفضه لصفقة القرن واضح فيه رفضه لصفقة القرن وبالمناسبة ما كان للموقف العربي أن يتطور نسبيا كما أشرت لو لا أن الحلقة الأولى بدأت من هناك ولولا هذا التوافق الأردن الفلسطيني الفريد وربما غير المسبوك منه يعني أنا لا أذكر أنه في مرحلة كان فيها درجة من هذا هذا المستوى من التناغم بين الموقف لما زي ما حكى جلالة الملك قبل أيام لما بيكون الفلسطينيين بدهم مش والأردنيين بدهم مش ما يبدو مري عليك أنت مشروع يلزمك على القبول هلأ ممكن يشرع في تنفيذه بحكم الأمر الواقع طيب لكن لن يلزم أحد الأهم أن يتنازل الفلسطينيون عن مطالبهم لكن هناك تقارب عربي إسرائيلي يجب أن نشهده ليكون هناك تقارب وربما يؤثر يؤثر ويساعد في صفقة القرن هذا صحيح وهذا هو المطلوب أصلا هي صفقة القرن شوف رضيتها الأساسية لصفقة القرن الإطار الإقليمي للحل يعني نحن لا نتفاوض مع الفلسطينيين نحن ما نتفاوض مع العرب والفلسطينيين يأتوننا لاحقا هذه نظرية نتنياهو بالمناسبة وهذا جزء من الإملاءات الإسرائيلية سنكمل الحديث بعد إذنك مشاهدينا نتابع الحوار مع ضيوفي الكرام لكن بعد الفاصل أهلا بكم مشاهدينا من جديد ونتابع الحوار مع ضيوفي الكرام لكن قبل متابعة الحوار سوف نشاهد معكم هذا الاستطلاع لمواطنين فلسطينيين من الدخل الفلسطيني عن الانتخابات الإسرائيلية هذه الانتخابات ولأول مرة هي تتحدث عن شخصية وشخص من يمين نتنياهو وليس عن الأمور السياسية ولا على القضية الفلسطينية ولا على عملية السلام وإنما الأحزاب المعارضة لنتنياهو أما الوحيد هو إسقاط نتنياهو وبكل ثمان من الناحية الأخرى نتنياهو يحاول جاهدا تجنيد اليمين الفاشه الإسرائيلي إلى جاهدين وقال بشكل واضح أنه إذا لم يحصل على مقاعد كافية فأن اليسار هو الذي سيحكم إسرائيل هذا يعني أن اليمين الإسرائيلي إذا ما فشل فبالنسبة لنتنياهو وقادة الاستيطان خاصة ستكون بمتابة ضربة قاسية جدا يعني بالنسبة الانتخابات هاي انتخابات حقيقة مهمة ودرجة الاستقطاب فيها والتنافس حادة جدا لدرجة أنه يمكن أن تكون النتائج متقاربة ومسألة تركيب حكومة سواء من نتنياهو أو من جانس قد تبدو معقدة وصعبة ويضطر الطرفين إلى الاتفاق على حكومة وحدة وطنية بغض النظر عن نتائج هذه الانتخابات نحن كفلسطينيين لن نلمس أي فرق للأسف التنافس هو بين اليمين ويمين الوسط ولا يوجد أي حضور لبرنامج سياسي يبشر بأمل بل هناك تسابق على كسب أستاذ حمادة ما تعليقك على تعليقات واستطلاع المواطنين الفلسطينيين وأيضا قبل ذلك هناك مطالب لمقاطعة الجماهير العربية في داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي للانتخابات حيث قالوا أنه عند مقاطعة هذه الانتخابات ستفسد الشرعية ما مدى أهمية مقاطعة هذه الانتخابات وهل يستطيع المواطن العربي في داخل دولة الاحتلال مقاطعة الانتخابات الجواب نعم يستطيع مقاطعة الانتخابات ولكن حقيقة الاتجاه الذي يقول بمقاطعة الانتخابات لأسباب سياسية والأسباب عقائدية في تنظيمين فلسطينية لهم الحركة الإسلامية اللي يقودها رائد صلاح وفي أبناء البلد اللي يقودها غبارية هذولا يعني لا تتجاوز نسبة الاستجابة إلىهم خمسة في المية سبعة في المية وبالتالي مش هذا السبب الرئيسي يعني في نتائج الانتخابات الحالية نتائج الانتخابات والاستنكاف من قبل وسط العربي الفلسطيني الآن هو بسبب الانقسام الذي وقع في القائمة المشتركة في 22-1-2015 لأول مرة منذ عام 48 التيارات السياسية الثلاثة التيار اليساري والقومي والإسلامي بيئتلفوا في ضمن أربع أحزاب بشكل قائمة مشتركة لأول مرة بانتخابات 17-3-2015 ترتفع لأول مرة نسبة التصويت من 54% إلى 63% أو إلى 64% بسبب انحيازات الوسط العربي لهذه القائمة المشتركة لهذه الوحدة التي وقعت بين الأطراف وبالتالي يعني خلال السنوات الأربعة الماضية كان في ظاهرة جديدة أيضا أن المجتمع الأوروبي لأول مرة والمؤسسة الدولية يتعاملون مع نواب العرب باعتبارهم جزء من الحالة السياسية من الكينات وتتم استقبالهم بشكل محترم بلجان حقوق الإنسان أمام البرلمان الأوروبي إلى آخره لأن كانوا كتلة هل تعتقد أن هذا لصالح المواطن العربي في دولة الاحتلال؟ لأن هؤلاء لديهم مطالب لديهم حقوق لديهم حالة من الحضور لو لا هذا الإنجاز الحققوق من 11 نائب كان لهم ارتفع لـ 13 نائب ولو عملوا فائد اتفاق فائد تصويت مع حركة ميرتس أو طرف آخر كان بيجيبوا كمان النائب الـ 14 الآن حينما ندقق 13 نائب 64% من المصوطين هذا ارتفعت نسبة التصويت العربي الفلسطيني كما هي النسبة عند اليهود 75% وأكتر هذا بيجيبوا 14 15 16 17 نائب الآن التصويت الذي جرى على قانون قانون يهودية الدولة كان الفرق يعني أصوات قليلة يعني فبالتالي كان ممكن إذا زاد التصويت العربي بزيادة عدد النواب العرب يشكلوا ثقل ويشكلوا بيط القبان بين طرفين الطرفين الإسرائيليين وهذا ما سيحصل لاحقا لو الوضع الفلسطيني أو الحالة الفلسطينية حققت ما حققوه في عام 2015 فالآن الانقسام الذي وقع بين الأحزاب الأربعة وبالقائمة المشتركة التي صارت مع الأسف قائمتين المواطن العربي الذي كافأ الأحزاب الأربعة بحوالي 10% بزيادة عدم زيادة التصويت بالذهاب إلى صناديق الإختراع على الأقل العشرة في المية هذيول مش رح يروحوا على صناديق الإختراع لكن لغاية الساعة أربعة في آخر تصويت كان حوالي أربعين في المية من المساوطين العرب وصلوا إلى صناديق الإختراع بالتالي هذا شيء محزن الآن الخطر على سقوط القائمتين سقوط الأحزاب كلها أو على الأقل نجاح قائمة الجبهة الديمقراطية والحركة العروية للتغيير وربما الحركة الإسلامية والتجمع يعني يسقطوا خارج الكنيسة هذا يعني نتائج مأساوية مذهلة ودمار يعني على دور مكانة الوسط العرب ولكن ربما بعض المتطرفين القلائل الذين لا قيمة لهم سياسية حقيقية وسط شعبهم مع أنهم بمثل ظاهرة ولكن حينما يقولون هذا شيء أفضل لأن المستعمرة الإسرائيلية تفقد شرعيتها تفقد مبرر تقديمها برضو أدر أشخاص لهم مبادئ يعني مبدأ هذا مبدأ أستاذ مبدأ له مبدأ وبعدين مبدأهم واضح أنه لا نحلف على يمين يمين للدولة إسرائيل لا نحلف يمين على العالم الإسرائيلي يعني أشخاص لهم برضو مبادئ ليس عمال بخل ولا بقلل من الاحترام للمبدأ ولكن بقلل من قيمة حضوره في الشارع يعني يعني داعش مبدئية مبدئية ما فيش إطلاقا بالنسبة لي ما فيش تنظيم إسلامي مبدئي زي داعش والقاعدة ولكن قديش قيمتهم في الشارع كيف ارتكبوا جرائم ولذلك القصة لا تتعلق بالمبدأ المبدأ أحترمه لأنه لديه خلفية مبدئية يؤمن بعدم شرعية المستعمر الإسرائيبي أكملها هذا له كل الاحترام والتقدير ولكن لا يمثلون ثقل له حضور قوي في الشارع الفلسطيني الحركة الإسلامية مثلا مقسومة لقسمين يعني بسبب هذا الموضوع الشمالية والجنوبية ولذلك المسألة تتعلق بأن أغلبية المجتمع العربي الفلسطيني في التماني واربعين هو مع المشاركة في الانتخابات ولكن عدم المشاركة يعود لسببين بدي أحترم يعني رأيك أو رأي الأخرين هذا ليت رأي أنا أعبر يعني وجهة النظر الآخر ولكن هم أقلية هذا سبب أما السبب الثاني هو يأسهم من النتائج بسبب الانقسام الذي وقع بين الأحزاب الأراضي نعم يعني آخر دراسة استطلاعية قرأتها لاتجاهات الوسط العربي في إسرائيل أولا التوقعات أن بين 50% إلى 55% ستكون نسبة المشاركة هذه السنة في الانتخابات أعتقد سيصل إلى 50% وربما 52% 53% أيضا وهذه نسبة قليلة قياسا بالانتخابات الأخيرة التي أغذرتها في الانتخابات المباشرة لرئيس الوزراء عندما حوالي السبعينات وصلت فيها نقطة ثانية عندما سئل العرب لماذا لا تذهبون إلى الانتخابات 50% عدم يعني لا مبالاة وعدم اكتراث 50% 10% مقاطعة مبدئية وهنا بالروع اليسار جماعة إغبارية أو على التيار الإسلامي الجنوبي يعني جماعة رائد صلاح هذول 10% تقريبا في حوالي 10% عدم ثقة بالأحزاب جميعها العربية في نسبة مشابهة عدم يعني ثقة أو اقتناع بأداء النواب في الكنيسة السابقة النواب العرب وفي طبعا الانشقاق أيضا في كتلي قالت أن الانشقاق يعني أضعف ثقتنا بهذه الأحزاب هذا إذن اتجاهات وقيل لهذا السبب أنه اللامبالاة وعدم الاكتراف هي العدو الأخطر على الأحزاب العربية في هذه الانتخابات لا مبالاة لا وعدم الاكتراف في الحين لو ارتفعت نسبة اللواب العرب المصوطين العرب مش بس بنزيد القائمة زي ما حكى حمادي قبل قليل وممكن تعمل كتلي من 16 و17 و18 نائب عربي في الكنيسة وممكن تكون الحزبة الثالث بعد الليكود وبعد أبيض أزرق بصير الحزبة الثالث هو الحزبة العربي وهذا أمر مهم أيضا لو إذا زاد الإقبال العربي هاي الأحزاب اللي فراطة اليمين المضطرف اللي على الحف الآن زي نفتالي بنت وزي ليبرمن وإلى آخره هذول بسقطوا تلقائيا بيصلوش لعتبة الحسن تؤكد على أهمية مشاركة المواطن العربي في هذه طبعا هذا النقاش فيه سيد عريب إذا تحدثنا ما هي السيناريوهات القادمة التي سوف تحملها هذه الحكومة القادمة خاصة أنه في بعض التنبؤات تقول أن عمر الحكومة سوف يكون قصير يعني مش بالضرورة يعني خلينا أقول لك يعني أولا لسه الانتخابات ما خلصت والانتخابات صح ما فيها موجفاجئات كبرى استراتيجية بمعنى الحزبين الرئيسيين مبينين في هاي الانتخابة والفوارق بينهم مقعدين مقعد مقعدين ثلاثة هذا مبين يعني بينت وش اسمه والليكود لكن ماذا إذا لم تصل ثلاثة أو أربع أحزاب من اليمين الأحزاب الصغيرة إلى عتبة الحسم وراحت هاي الأصوات حتى للليكود هنا هندخل أمام معادلة جديدة بهذا المعنى لسه المفاجآت مع الأحزاب الصغيرة وانت بتعرفي في واحد واربعين حزب يمشارك في الانتخابات واحد واربعين حزب يمشارك في الانتخابات الإسرائيلية أنا بعتقد لا يزال من وجهة نظري السيناريو الأكثر ترجيحا حكومة يمين ويميد مضطرف بقودها نتنياهو مع الأحزاب الصغيرة إذا اجتازت نسبة الحسم وهنا ستبرز حاجة نتنياهو وتوقيع اتفاقات مع هاي الأحزاب للحصول على حصانة في مواجهة التحقيقات اللي بتطارد في هذا المرأة إذا لم يستطع قد يكون السيناريو الثاني تشكيل حكومة وحدة وطنية بين الأبيض أزرق وليكود بس لن يقبل نتنياهو بأن تكون بين الحزبين رغم أنهم ممكن يجيبوا أغلبية منيحة يعني أو يكون وضحهم رح يزج بأحزاب عديدة حتى لا يعطي أبيض أزرق عدد كبير عدد أكبر من المقاعد قد يصر وهذا السيناريو وارد طبعا ممكن يجيب مثلا على سبيل مثال بعض الحزاب الدينية مثلا حزب شاس هذي يدخل في كل الحكومات حكومة عمالية حكومة يمينية بدخل في كل الحكومات شاس شايفكي مثلا احتمال نروح على حكومة تناوب رئيس وزراء لسنتين زي ما صار اليوم شمير وشمعون بيرز يعني أنت تأخذ سنتين وأنا بأخذ سنتين هذا أيضا من ضمن السيناريو وفي السيناريو الآخر أو ربما الأخير أنه حاول نتنياهو ما لاقيش دعم كفاية بهذا المعنى وأنه تنقل التكليف بعطوه 28 يوم بعدين 14 يوم ينقل التكليف إلى جانس بهذا المعنى جانس حتكون مهمته أصعب شوي في تشكيل الحكومة لأنه لن يعتمد على الصوت العربي لكن هناك تنبؤات في صعوبة في تشكيل الحكومة على كل الأحوال يعني هو شوفي يعني إسرائيل لها فترة طويلة بتحكم بحكومات من 61 و 62 و 63 مقعد إذا أحزاب اليمين اللي بنعرفها نجحت في هذه الانتخابات واجتادت عتبة الحسم أنا بقول لك نتنياهو بقدر شكل حكومة من 62 إلى 65 نائب لكن إذا حصلت المفاجأة ولم تصد بعض هذه الأحزاب لعتبة الحسم ندخل في أزمة من نوع آخر أستاذ حمادة هل سنشهد تحول في السياسة الإسرائيلية تجاه الأردن في الحكومة القادمة وهل يملك الأردن اليوم خيارات تعاطي مع الحكومة الإسرائيلية القادمة في ضوء صدقة القرن الأردن أخذ قراره الواضح منذ 6-12-2017 أنه شكل رأس الحرب السياسية باتجاهين باتجاه دعم الموقف الفلسطيني الذي يقوم على رفض ترامب ورفض استقبال مبعوثين ترامب فالأردن وقف إلى جانب الخيار الفلسطيني وثانيا أنه وقف بشكل واضح وعلني ضد سياسات ترامب وضد السياسة الإسرائيلية ولذلك الأردن على رغم من كل الظروف السياسية الصعبة والقاسية التي نعيشها ولكن الأردن لديه أوراق قوية يلعبها الورقة الأولى صلابة الفلسطينيين يعني حينما ندقق بالوضع الفلسطيني خلال السنتين الماضيتين الفلسطينيون حققوا أربع انتصارات على نيتنياهو الانتصار الأول في المسجد الأقصى بشهر تموز 2017 حينما فرض البوابات الألكترونية والجسور الحددية والكاميرات الذاكية وأجبر على إزالة الكاميرات والجسور والبوابات في شهر تموز 2017 المسألة الثانية كنيسة القيامة في شهر شباط 2018 فرض ضرائب على ممتلكات الكنائس واضطر أن يتراجع وجمد القانون رقم ثلاثة قرية الخان الأحمر في شهر عشرة بـ 16 عشرة 2018 أيضا جمد قرار إزالة الخان الأحمر أربعة العفو قضية باب المصلى باب الرحمة باب الرحمة نعم ولذلك الأردن لديه موقف قوي بصلابة الموقف الفلسطيني على الأرض نعم أهمية التماسك الأردني والفلسطيني مسألة الثانية التفاهم الفلسطيني الأردني الذي وقع بمسألتين الأولى بـ 30 آذار 2013 حينما وقع جلالة الملك مع الرئيس الفلسطيني اتفاق الرعاية والهاشمية الأردنية للقدس والمسألة الثانية والمهمة جدا بـ 14 شباط تم إعادة وتوسيع مجلس الأوقاف الإسلامية بقرار أردني فلسطيني مشترك الآن في مجلس الأوقاف أعضاء بالمجلس الثوري لحركة فتح حاتم عبدالقادر وغيره تالي هذا تفاهم أردني فلسطيني عميق المسألة الثالثة الحقيقة مكانة الملك على المستوى الدولي مكانة محترمة ولذلك كمان هذه ورقة الورقة الرابعة ربما لا نحترمها ولا نحبها ولكنها سلاح بإيد صاحب القرار هي معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية اللي الأردن متمسك فيها أو ملتزم فيها ولكن الطرف الآخر يتجاوز حدوده فيما يتعارض مع هذه الورقة ولذلك الأردن ليس في موقف ضعيف في مواجهة السياسة الإسرائيلية سواء بقي نتنياهو أو جاء غانتس نعم لذيق الوقت يعني بعتذر منكم أستاذ عريل بحجالة أهمية الاتفاق والشراكة وهذا التماسك الأردني والفلسطيني وبرأيك ما هو القادم للمنطقة في ظل الحكومة القادمة الإسرائيلية يعني أنا أعتقد العلاقة الأردنية والفلسطينية الآن خط دفاع أول عن المنطقة كلها يعني مش بس عن الأردن والفلسطين يعني الآن عمليا هذه المنطقة يعني تكاد تسقط وتستباح يعني يعني مش غريب أنه مثلا يعني بتطلع تصريحات في أنت الأبيب مرحبة بالقرارات الأمريكية بخصوص إيران في نفس اليوم وبنفس اللغة تقريبا بتطلع تصريحات في عواصم عربية أقرى مرحبة وبنفس المفردات تقريبا إحنا إذن أمام وضع تطبيع العربي نعم تطبيع العربي أنا بعتقد في المعنى التكتيكي مش الاستراتيجي الأردن قد يستطيع التعامل مع حكومه برئاسة غانس أكثر من حكومه برئاسة نتنياه نتنياه ما في كيميا أبدا بينه بين القائد الأردنية أبدا مستوى السياسي الحاكم في إسرائيل منذ فترة لكن مع ذلك العلاقة الأمنية والعسكرية الأردنية الإسرائيلية مستمرة وهذولا جايين هذا الأزرق أبيض هذولا جايين المؤسسة العسكرية فممكن يكون في لغة سياسية بين المستوى الرسمي الأردني والإسرائيلي مع غانس وجماعته أفضل بكثير مما هو عليه الحال مع نتنياه في ظني يعني النقطة الأهم بالنسبة للأردن يعني كيف نتعامل مع تداعيات الموقف الإسرائيلي من المسألة الفلسطينية الأردن عرف مصالحه بأنه قيام دولة فلسطينية مستقل لعاصمة القدس وخذ دفاع أول عن الأردن مش بس مصلحة فلسطينية الآن كل المؤشرات تشير أنه ما فيش دولة لا مستقلة ولا قابلة للحياة ما هي خطتنا البديلة ما هي بلان بي للأردن للتعامل مع هذا الموضوع هذا الحقيقة بده حلقات مش حلقة واحدة وبده حوار وطني أردني عميق في هذا المجال لأنه التحديات كبيرة كبيرة جدا أستاذ عريب شكرا لكم على تفهمكم على ضيق الوقت مشاهدينا وصلنا إلى ختام الحلقة من عين الحدث نشكر الأستاذ عريب الرنتاوي مدير مركز القدس لدراسات السياسية شكرا لك دكتور وأيضا نشكر الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حمدى فراني شكرا لك مشاهدينا شكرا لكم على حسن المتابعة نلقاكم غدا بإذن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة